بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في مادة الرسم هندس 2 الذي سنواصل فيه شرح برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد Solidworks سنتناول في هذا الفيديو المحاكاة باستعمال الحاسوب وتحديدا باستعمال برنامج Solidworks بداية نفتح الملف Part 2 اللي كنا صمناه واستعملناه في الفيديوهات السابقة هذه القطعة راح نعمل عليها Simulation أو محاكاة يعني ماذا ينتج لهذه القطعة وماذا يحصل لهذه القطعة جراء أحمال خارجية حتى يتم تفعيل المحاكاة أو ما يسمى بالSimulation أول خطوة هي إيش؟ هي نروح على Office Products Office Products ثم Solidworks Simulation على طول يظهر معنا هنا جنب Office Product Simulation أيقونا Simulation نضغط عليها ثم بعد ذلك نروح على Study Advisor نضغط على السهم الصغير هذا New Study نضغط على New Study يظهر معنا العديد من الأنواع بالنسبة للدراسات المتاحة من خلال برنامج Solidworks اللي منها Static Study أو Thermal Study, Frequency Study, Backlink Study, Drop Test, Fatigue Study, Pressure Vessel Design, Design Study, Submodeling غير مفاعلة هنا Non-Linear Study و Linear Dynamic كبداية ناخذ مثال في الستاتيك اللي هو قريب أو أقرب ما يكون لما رأيناه في مادة مقاومة المواد و حساب الإجهاد والإنفعال Stress and Strain نفعل Static ثم نعمل OK قبل لا نبدأ خلينا نحفظ هذا الملف Save As و نعطيها مثلا Part 2 Static Static 01 مثلا Save طبعا تحدد المكان اللي تبغى أول ما فعلنا السيميليشن و New Study أول شيء نحن صرنا في هذا المكان Static 1 عطيناها اسم Static 1 هذا ممكن تعديل الاسم Right Click Rename ممكن نسميها أيضا Part 2 Part 2 Static مثلا Static 01 هي نفسها Part 2 Static 01 ظهرت معنا اسمها هنا أيضا في الستادي الستادي هذه حتى يتم تفعيلها وحتى يتم تفعيل المحاكات يكون معنا العديد من الألمان لابد من تعديلها لازم نعمل Setting للمحاكات حتى يتم تفعيل واستخراج النتائج لهذه الدراسة ولهذه المحاكاة أول خطوة هنا لابد من إيش؟ لابد من تحديد المادة المادة المكونة منها والمصنوعة منها هذه القطعة لأنه بالأول ما حددناها ففي عندنا طريقتين لتحديد المادة أما نروح على المينيو اللي صنعنا به البارت هذا 3D Design ونروح على Material نعمل Right Click ونقله Edit Material يعطيك تختار أنواع عديدة من الماتيريال ستيل، آيرون، ألمونيوم، اللوي، تايتانيوم كله والطريقة الثانية هي مباشرة هنا Apply Material على طول يجيب لك تختار أي مادة من المواد هل تبغى ألمونيوم؟ هل تبغى ستيل؟ دعنا نحدد هنا اللوي ستيل هنا على طول أي مادة تختارها يحدد لك الخصائص Mechanical Properties العديد من الخصائص Elastic Modulus الهوليانكس 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 كله محدد هنا نعمله Apply ثم Close تم تحديد المادة واختيارها ترجمة نانسي قنقر